مجموعة من سبعة فنانين وحدوا جهودهم ليصنعوا نسخاً من مجموعة المعالم العالمية الشهيرة التي تعرف باسم عجائب الدنيا السبع. وحولت السلطات المحلية في جنوب العاصمة الهندية دلهي مكباً للنفايات إلى متنزه ليصطدف هذه الأعمال الفنية. وتأتي المبادرة ضمن مشروع هند نظيفة الذي دشنته الحكومة الهندية ويهدف إلى نشر الوعي بالمواد المهملة في المدينة. ووفرت السلطات المحلية المواد من ساحات الخردة حتى يتمكن الفنانون من صنع هذه النسخ. يقول ذاكر خان وهو الفنان الذي صنع تمثال الحرية من المعدن ويستضيف المتنزه نسخاً معدنية منتاج محل وتمثال المسيح المخلص. الموجود في البرازيل والهرم الأكبر الذي يقع بمحافظة الجيزة المصرية والكولوسيوم الموجود في روما.